السلام عليكم طلاب أكاديميات ومدارس رؤى الفاروق أهلا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية في الحصة الماضية يا سادس رحنا درس وصية الآباء للمعلمين اليوم سنقوم بحل تدريبات هذا الدرس ونبدأ بأسئلة المعجم والدلالة فرق في المعنى بينما تحته خط في كل جملتين متقابلتين مما يأتي ألف عليه أن يسلم الولد لمرب صالح ما معنى يسلم يا راشد أحسنت أي يعطي ما أجمل أن يسلم المرء على الجميع ما معنى يسلم يا هبة رائعة يرد السلام با روهم من الحديث أشوقه ما معنى روهم يا حسام ممتاز أي يروي لهم أو حدثهم يا بني المسافرون عطشة فروهم ما معنى روهم يا سلمة ممتازة أي يسقهم الماء استخرج من النص كلمتين متضادتين تفضلي يا ميرا أحسنتي داء ودواء الغث والسمين والقبيح والحسن السؤال الرابع استخرج من المعجم معاني المفردات الآتية مكارم قرناء ومعقودة تفضلي يا سلمة أحسنتي مكارم أي أحسن قرناء مفردها قرين وهو الصاحب ممتازة معقودة أي متصلة أو معلقة ننتقل إلى أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل السؤال الأول اذكر ثلاثة من أوجه العناية الدقيقة التي يجب على الوالد أن يحوط بها ولده رائع يا راشد الرعاية والتربية الصحيحة يعلمه مكارم الأخلاق يحفظه من قرناء السوء السؤال الثاني بيّنت الفقرة الأولى صنفين من المعلمين حددهما يا حسام ممتاز أولا معلم الناصح يحفظ عليه أي على الطالب أخلاقه أو على الولاد ومعلم لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين السؤال الثالث هاتي من الناصح جملا تفيد المعاني الآتية ألف قوله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا تفضل يا هبا ممتازة يعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن العادات با المعلم قدوة لطلبته في سلوكه تفضل يا آية ممتازة الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت السؤال الرابع بما شبه عمر بن عتبة المعلم في وصيته يا رؤى ممتازة بالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء السؤال الخامس لما طلب عبد الملك بن مروانة من المؤدب تجنيب ابنه أهل السوء؟ تفضل يا خليل ممتاز لأنهم أسوأ الناس وأقلهم أدبا وهم لهم مفسدة أي أنهم يفسدون أخلاق هذا الولد السؤال السادس وازن بين الوصيتين من حيث اتفاقهما على ما ينبغي على المؤدب تعليمه الصبية تفضل يا رؤى تفضل يا رؤى ممتازة تعليم الأبناء القرآن والشعر والأخلاق الحسنة السؤال السابع أي الوصيتين وجدتها أقرب إلى نفسك؟ ولماذا؟ لك حرية اختيار أي وصية؟ وبيان السبب رائع يا ميرا الوصية الأولى لأن المعلم قدوة لطلبته فيجب أن يكون قدوة حسنة لهم وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة لا تنسى نقل الإجابات على دفترك بخط مرتب ونلتقي في حصة قادمة